بعد أسبوع على الهجوم الذي شنته قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات وانكسار تلك القوات ظهرت على السطح مواقف متباينة بين أبو ظبي والرياض اشتعلت بداية في مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات المسؤولين الإماراتيين الحكومة الشرعية ظهرت هذه المرة أكثر صراحة في توجيه أصابع الاتهام نحو الإمارات محملة إياها مسؤولية الانقلاب وإسقاط العاصمة المؤقتة وأبين ومحاولة السيطرة على شبوى شرقي البلاد المواقف الحكومية المتصاعدة من قبل عدد من الوزراء جاءت لاحقا للانتصارات التي حققها الجيش في شبوى ضد ميليشيا الانتقالي وتمكنه من كسرها وصمود المحافظ وإدارته للمعركة من داخل مدينة عتق عاصمة شبوى التباينات السعودية الإماراتية كانت واضحة في رفض الرياض للأحداث التي تلت إسقاط العاصمة المؤقتة وعدم رضوخ حليفها الإماراتي والمجلس الانتقالي التابع له والانسحاب من المواقع التي سيطر عليها في انقلاب عدن وعقب إعلان محافظ شبوى محمد صالح بن عديو إخماد التمرد ووصول رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى المحافظة ظهر بيان مشترك سعودي إماراتي يتحدث عن ضرورة التهدئة وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة ما حدث وتطبيع الأوضاع البيان جاء بعد مطالبات حكومية يمنية في مجلس الأمن وعلى لسان عدد من المسؤولين بإنهاء التواجد الإماراتي في التحالف بسبب دعمه محاولة الانقلاب ودعم الانفصال وهما رد عليه وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش بأن السعودية هي صاحبة القرار في بقاء أو مغادرة الإمارات للتحالف يرى الكثير من المراقبين أن وجود تباينات لا ينفي وجود تفاهمات وتوافقات بين أطماع الطرفين بيد أن الاختلاف هو في مدى حصول كل طرف على نصيبه من الكعكة وكيفية الحصول عليها ستعيد أحداث شبوى مسار الأحداث إلى الوراء قليلاً وتعيد الصراع للعاصمة المؤقتة حيث يرفض الانتقال والإمارات الانسحاب منها فيما تؤكد الحكومة أنها عازمة على القضاء على الانقلاب بشكل كامل ستدفع السعودية والإمارات باتجاه جلوس الانتقال والشرعية على طاولة الحوار التي سبق وأندعت لها السعودية عقب سقوط عدن وهذه المرة ستكون لغة الانتقال قد هدأت وتراجعت طموحاته فيما شرعية ستكون أمام تحدي رفض الجلوس قبل استعادة العاصمة المؤقتة والحد من سلطة الإمارات وقبضتها على الأرض